شعب البحرين بتاريخه بقواه السياسية بقواه المجتمعية بعلمائه بأطبائه بكسبته كله يعتبر فلسطين القضية الأم ويرى أن القدس هي البوصلة شعب البحرين كان حاضرا منذ النكبة لكي يذهب للدفاع عن فلسطين وعن شعب فلسطين شعب البحرين منذ البداية كان يحس بالمسؤولية ويرى نفسه معنيا بفلسطين وبالقدس معنيا بالدفاع عن شعب فلسطين شعب البحرين الذي يراد اليوم أن يهمش وأن يبعد عن القرار السياسي لأن النظام صنيعة الاستكبار صنيعة الاستعمار الوجه الآخر للصهيونية وهم كلهم أدوات لهذا الاستعمار هذا النظام يغيب إرادة أبناء شعب البحرين شعب البحرين اليوم يرى نفسه معنيا أكثر من أي وقت مضى لأن البحرين يراد لها أن تكون منصة لبيع فلسطين لأن البحرين يراد لها أن تكون منصة لتشويه وعي الأمة العربية والإسلامية هذا النظام لا يمثل شعب البحرين لا يحظى بالشرعية الشعبية وبالتأكيد لو فتحت الفرصة لشعب البحرين لكان حاضرا بكل ما يملك بالغالي والنفيس لكي يدافع عن فلسطين إلى آخر ما يملكه من دم ومال ومقدرات ترجمة نانسي قنقر